حذيفة بن اليمان أمين سر المصطفى ولد في مكة وعاش في المدينة أبوه اليمان وأمه الرباب من الأوائل الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام كان ابنهما حذيفة يتميز بذكاء نادر وبسرعة بديهة باهرة ومن ذكائه إدراكه أن الخير بين وأن الشر قد يلتبس على المرء وقد قال في ذلك كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني قبيل غزوة بدر كان حذيفة في سفر فأسره كفار قريش ولم يتركوه حتى عاهدهم أن لا يقاتلهم فهرع إلى النبي وأخبره بأمر قريش معه فرفض النبي إشراكه في غزوة بدر كي يوفي بعهده صلى الله عليه وسلم كان حذيفة بن اليمان كتوما حافظا للأسرار شديد الأمانة صفات قربته من الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يثق به حتى إنه خصه بالاطلاع على قائمة المنافقين في المدينة التي لم يحدث بها النبي أحدا من المؤمنين فلقب حذيفة لذلك بأمين سر المصطفى بعد وفاة النبي قاد حذيفة معركة نهواند العظيمة بعد استشهاد النعمان بن مقر ثم عينه عمر بن الخطاب واليا على المدائن حتى وفاته سنة ست وثلاثين للهجرة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من نبي كان قبلي إلا قد أعطي سبعة نقباء أو زراء نجباء وإني أعطيت أربعة عشر وزيرا نقيبا نجيبا وسمى بينهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه موسيقى